موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم في شرح الدرس الثاني من كتاب الرياضيات من الوحدة الثالثة للصف السادس الفصل الأول الدرس الثاني بعنوان المقدار الجبري ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحد حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع هتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إن كنت تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو هتفيدكو كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ عندي نشاط واحد بيحكي لي أثناء زيارة طلاب الصف السادس لحدى مزارع الدواجن البياض في طول كلم علموا أن الانتاج الشهري للمزرعة من البيض في المرحلة الأولى البالغة عشرين شهرا أكثر منه في الأشهر الأربعة التالية إذا كان تم إنتاج البيض في المرحلة الأولى يعني بمعدل سين بيضة في الشهر ثم يقل إلى صاد بيضة بعد ذلك في المرحلة التالية يعني في أول عشرين شهر قدش كانوا ينتجوا مثلا سين بيضة رقم مجهور مش معروف ولكن هو حكالي أنه السين يعني المعدل في الشهر أكم بيضة ينتجوا في الشهر أكثر من الأربعة الشهر اللي بيجوا بعد العشرين شهر فبالتالي الأربعة الشهر قدش المعدل فيهم رح نسميه صاد بيضة يعني أنا عبرنا بالإنتاج في الأول عشرين شهر بسين وفي الأربعة الشهر اللي بعديها بصاد بيضة بعد ذلك في المرحلة التالية كمية إنتاج البيض في المرحلة الأولى هي عشرين ضرب قدش ضرب سين عشرين شهر لو ضربناها بسين اللي هو الإنتاج في الشهر الواحد قدش بيطلع عندي عشرين سين بيضة لماذا ليش؟ لأنه أنا عندي عشرين لو ضربناها في سين اللي هو عدد إنتاج البيضة في الشهر أكم بيضة بينتجه في الشهر رح يطلع عندي المجموع كله قدش أنتجه في المرحلة الأولى اللي هي عشرين شهر طيب قدش أنتجه في المرحلة التانية أربعة ضرب صاد ويساوي أربعة صاد أربعة لو ضربناها بإنتاج في الشهر الواحد في مرحلة الأربعة شهورة اللي هي المرحلة التانية رح يعطيني قدش كمية الإنتاج في المرحلة التانية طيب كمية إنتاج البيض في المرحلة الثانية معا هي قديش 20 سين زائد 4 صاد جمعناهم مع بعض ليش 20 سين المرحلة الأولى 4 صاد المرحلة الثانية جمعناهم مع بعض بيطلع لكمية الإنتاج في المرحل الثانية طيب ما يزيده الإنتاج في المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية يعني الإنتاج في المرحلة الأولى قديش بيزيد عن المرحلة الثانية يعني قديش الفرق بناتهم فإذن رح نعمل عملية طرح لعشرين سين المرحلة الأولى ناقص أربع صاد اللي هي المرحلة الثانية فهيكا بنعرف قديش الفرق بناتهم طيب يسمى كل من المقدارين عشرين سين زائد أربع صاد وعشرين سين ناقص أربع صاد مقدارا جبريا زي ما قلنا في الدرس السابق رح ناخد المقادير الجبرية في الدرس اللاحب فهذه هي المقادير الجبرية المقادير الجبرية هي عبارة عن جمع أو طرح لحدود جبرية بنسميه إيش المقادير الجبرية طيب بقول لي ألاحظ أن عشرين سين وأربع صاد حدان جبريان تفصل بينهما إشارة الجمع أو الطرح طيب نيجي لنشاط اثنين نشاط اثنين بيحكي لي إذا علمت أن سين بتساوي ثلاثة وصاد بتساوي اثنين فإن القيمة العددية للمقادير الجبرية الآتية هي جديش القيمة العددية لهذا المقادير الجبرية نجد نشوف سين زائد ثلاثة صاد سين عوضنا عنها بتلاتة فهي رح تسير جديش واحد ضرب تلاتة ليش واحد لأنه سين أساسا المعامل تبعها إيش؟ واحد لأنه ما في إلا معامل فبالتالي حيكون هو الواحد واحد ضرب تلاتة زائد ثلاثة صاد ثلاثة ضرب إيش؟ ثلاثة ضرب اثنين لأنه صاد قيمتها اثنين فأنا عوضت عنها بثنين طيب واحد في ثلاثة بيطلع ثلاثة ثلاثة في اثنين بيطلع ستة ثلاثة زائد ستة بيطلع تسعة هذه قيمة المقدار الجبري سين زائد ثلاثة صاد طيب ما يجي للمقدار الثاني؟ ثلاثة 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 ث مقدار الجبري هو ما تكون ما تكون من ناتج جمع أو طرح حدين أو أكثر يعني عندي الحدود إذا كانت مجموعة ومطروحة زي مثلا سين زائد صاد خمس عين زائد ثلاثة لام هذا عبارة عن حد وهذا عبارة عن حد وبينهم إشارة جمع أو طرح فبالتالي بنعتبره مقدار جبري القيمة العددية للمقدار الجبري هو ناتج تعويض القيم العددية للمتغيرات فيه يعني لما نعوض عن متغير سين برقم وعن صاد برقم بنقدر نجيب القيمة العددية للمقدار الجبري طيب نيجي لنشاط ثلاثة المقدار الجبري وعندي الحدود الجبرية المكونة للمقدار طيب نون وميم نون ناقص ميم إيش الحدود الجبرية المكونة للمقدار عندي نون وميم طبعا ما ننسى أنه نون هي أساسا مضروبة في واحد ولكن ما كتبناهاش والميم مضروبة في واحد ولكن ما كتبناهاش بيناتهم إشارة إيش؟ بيناتهم إشارة طرح طيب التاني 12 سين هذا حد واحد والتاني قديش ثلاثة صاد زي ما احنا شايفين طيب عندي سين ناقص صادعين اول حد عندي اللي هو سين والحد الثاني وعبارة عن صادعين هذه هي الحدود المكونة للمقدار الجمري طيب نيجي الآن لنشاط أربعة الشكل المجاور يمثل سطح حوض ورود على شكل متوازل أضلع طولة دلعي المتجاورين بالأمطار هما سين وصاد محيط الحوض ايش بساوي محيط الحوض ايش بساوي المحيط بساوي أطوال الأضلع هاد طولها سين طيب احنا عارفين ان المتوازل الأضلع كل دلعين متقابلين متساويين يعني هدا سين فاذا هدا رح يكون طوله سين وهدا صاد فاذا هدا رح يكون طوله صاد فبالتالي ايش المحيط بساوي سين زائد سين زائد صاد زائد صاد سين وسين وصاد وصاد طيب 2 سين بساوي هذا الكلام 2 سين زائد 2 صاد لماذا سين زائد سين يعني لو فرضنا انه سين بتساوي 5 زائد 5 ايش بساوي 10 يعني يساوي 5 ضرب 2 فلما انا اجمع عددين زي كأني انا ضربتهم في 2 او ضربت العدد الواحد في 2 يعني هي نفسها 5 ضرب 2 فمثلا 6 زائد 6 ايش بتساوي 6 ضرب 2 اللي هي بتساوي اكام اللي هي بتساوي 12 فبالتالي اي عددين بجمعهم في بعض زي كأني ضربت العدد الواحد منهم في اتنين فهو زي كأني هي بتساوي 2 سين وصاد زائد صاد زي كأني هي نفس النتيجة طيب اجد محيط الحوض اذا كان سين بتساوي 10 واذا كانت صاد بتساوي 7 متر طب اذا انا عندي ارقام بيتعوض عن سين وصاد فيهم بتعويض سين بتساوي 10 وصاد بتساوي 7 فان المحيط بساوي اثنين ضرب عشرة زائد اثنين ضرب سبعة اثنين في عشرة بيطلع اندي عشرين اثنين في سبعة بيطلع اربعة طعش فالناتج بيطلع اندي اربعة وثلاثين متر فهذا عبارة عن المحيط الخاص بمتوازي الاضلع زي ما حكينا سين زائد سين اش بيساوي اثنين سين يعني زي كاني جماعة المعامل اللي موجود هان اللي هو الواحد مع المعامل اللي موجود هان اللي هو الواحد فبيصير مجموههم اثنين ايضا صاد زائد صاد نفس الاشي بتطلع اثنين صاد نيجي الان لنشاط خمسة يبلغ مصروف احمد الاسبوعي من الكهرباء في فصل الشتاء سين ديناران يعني عدد مجهول انا مش عارفه وينقص عن ذلك اربعة دنانير في فصل الصيف يعني في فصل الشتاء بياخد سين في فصل الصيف قديش بياخد سين ناقص اربعة ليش لانه قال لي ينقص عن فصل الشتاء قديش اربعة يعني اذا اخد هانا ستة هانا رح ياخد ستة ناقص اربعة يعني قديش رح يطلع اثنين لو اخد في الشتاء تمانية هانا رح يطلع تمانية ناقص اربعة رح يطلع قديش اربعة فدائما العدد في الشتاء بينقص عنه عن العدد في الصيف او العدد في الصيف بينقص عن فصل الشتاء قديش اربعة دنانير وبذلك يكون مصروفه الاسبوعي قديش مصروفه الاسبوعي من الكهرباء في فصل الصيف هو سين ناقص اربعة دينار زي ما حكينا يسمى التعبير سين ناقص اربعة بالتعبير الجبري سين ناقص اربعةاش بنسمي تعبير جبري كيف يعني تعبير جبري يعني انا حولت الكلمات اللي موجودة عندي هنا اللي هي ينقص عن ذلك اربعة دنانير في فصل الصيف حولتها لتعبير جبري عبرت عنها عن طريق متغيرات او مقدار جبري فبالتالي لما انا اعرف قديش هو بياخد مصروفه في الشتاء بنقص منها أربعة دائما فبيعطيني مصروفه في فصل الصيف فبالتالي مصروفه في الشتاء أكثر من مصروفه في الصيف بأربعة أو مصروفه في الصيف أقل من مصروفه الشتاء بأربعة التعبير الجبري في مصروف أحمد اليومي من الكهرباء في فصل الصيف يعني في فصل الصيف قديش بياخد سين ناقص أربعة هذا هو التعبير الجبري لمصروفه في فصل الصيف طيب أتعلم التعبير الجبري هو تعبير مركب من أعداد ومتغيرات مرتبطة بينها بعمليات رياضية يعني لما يكون في عندي أعداد ومتغيرات مرتبطة في عمليات رياضية زي جمع طرح أو ضرب أو قسمة بنسميه تعبير جبري طيب وافق بين العمودين فيما يأتي بدنا نوصل بين العمودين عندي الجملة اللفظية وعندي التعبير الجبري طيب أول حاجة بدأ عدد مضاف إليه 3 يعني عدد مضاف إليه 3 عدد طبعا متغير يعني سين أو صاد أو عين أو لام المهم مضاف إليه 3 يعني زائد 3 طيب إيش نشوف هنا عدد مضاف إليه 3 آه زي ما احنا شايفين هاي في عند العين بتساوي زائد 3 فبالتالي راح نوصل بناتهم زي ما احنا شايفين عدد اللي هو عين مضاف إليه 3 هذا هي العدد اللي أنا بدي إياه باقي طرح صاد من ثلاثة أمثال سين يعني صاد إيش بنا نطرح منها 3 أمثال سين يعني ثلاثة سين يعني صاد ناقص ثلاثة سين زي ما بلاحظ هذا هو التعبير اللي موجود عندي طيب ثلاثة أضعاف حاصل ضرب عددين يعني عندي عددين مضربين في بعض والتنين مضربين في ثلاثة سين ف würdenى تلات اضعاف عددين مضربين في بعض ثلاثة ضرب عددين المضربين في بعض اللي هما سين وصاب. دفع عدد مضاف الى تلاتة يعني اتنين مضافا الى تلاتة يعني زائد ثلاثة. دفع عدد. طبعا هذا السين ممكن تكون متغيرة ممكن تكون اسمها العين ممكن تكون اسمها لام. فاحنا بدنا نشوف حاليا. طيب وين اللي موجود عندي موجود عندي هل هي نفسها 2 سين زائد 3؟ آه هي نفسها لأنه عملية الجميع عملية تبادلية فبالتالي بيطلع الجواب عندي 3 زائد 2 سين. سواء 2 سين زائد 3 أو 3 زائد 2 سين نفس الإشي طيب عددا مضروبا لدي عدد ضربنا في 3 يعني 3 سين أو 3 صعد أو 3 عين أي عدد ضربنا في 3 فطبعا زي ما احنا شايفين في عندي موجود هنا ثلاثة صاد وبالتالي هذه هي عبارة عن عدد مضروب في ثلاثة هيك انا بكون عبرت عن التعبيرات الجبرية عن طريق اعداد ومتغيرات مرتبطة ببعض هالبعض بعمليات رياضية اما جمع او طرح او ضرب او قسم نيجي الان لحل التمارين والمسائل واحد اضع اشارة صح امام الجملة الصحيحة واشارة خطأ امام الجملة الخاطئة اذا كانت سين بتساوي 5 فان 2 سين زائد 5 بساوي 15 نيجي نشوف لو بدعود عن السين هنا في 5 2 ضرب 5 عشرة زائد 5 بطلع 15 اذا الاجابة صحيحة با باقي طرح سين من صاد هو سين ناقص صاد باقي طرح بدي اطرح مين انا بدي اطرح سين من صاد يعني صاد ناقص سين هيك انا طرحت سين من صاد صاد ناقص سين بطلع سين من صاد يعني باقي طرح سين من صاد مش سين ناقص صاد فهذا الاجابة خاطئة لازم ننتبه الكلام عشان نعرف نحوله لتعبير جبري هذا باقي طرح صاد من سين وليس سين من صاد طيب نيجي التعبير 3 جيم التعبير سين صاد ناقص صاد هو مقدار جبري فاذا الجملة صحيحة ليش لانه هذا عبارة عن متغير في متغير وناقص متغير وبناتهم اشارة جمع او طرح فبالتالي هو عبارة عن مقدار جبري معامل سين في المقدار سين زائد 2 هو سفر طبعا الاجابة غلط ليش لانه اساسا لو كان سفر سفر ضرب اي عدد سين متغير راح يساوي سفر فبالتالي غلط دائما احنا حكينا المعامل بساوي واحد اذا ما كان موجود عندي معامل يوفر السائق احمد سين دينارا من عمله اليوم وبعد عشرين يوم من العمل دفع مبلغ 150 دينارا لتجديد رخصة السيارة فما المقدار الجبري الذي يمثل ما تبقى من احمد مع احمد من عمله كسائق في نهاية هذه المدة يعني قاعد يوفر عشرين يوم وجمع ودفع بعدها مبلغ 150 دينار طيب هو قداش كان يوفر في اليوم الواحد فانا اذا عرفت قداش بوفر في اليوم الواحد بقى اضرب 20 ضرب سين لهو 20 ضرب قداش بوفر في اليوم الواحد يعني يبدي قيمة سين طيب في اليوم الواحد بقول لي الحد الادنى للأجور 20 دينار يوميا يعني لازم كل يوم ياخد اقلقش 20 دينار معناها 20 ضرب 20 20 ضرب 20 بساوي قديش 400 هذا هو المبلغ اللي وفره أحمد في خلال 20 يوم كل يوم بيوفر أقل إشي 20 دينار لأنه قلل حد الأدنى للأجور 20 دينار فبالتالي هو وفر 20 في 20 يعني 400 دينار طيب هو صرف بحكيه 150 على تجديد الرخصة طيب قديش بيكون ضل معه 400 ناقص 150 بيطلع عندي 250 دينار هذا الرقم أو هذا العدد أو الكمية اللي ضلت معه بعد ما صرف 150 دينار على تجديد الرخصة طيب نيجي لسؤال ثلاثة إذا كانت سين بتسوي 5 وعين بتسوي 2 املأ الجدول اللي آتي بما يناسبه رح نعوض عن سين ب5 وعين ب2 طيب 7 زائد عين قديش سين في عين سين قديش 5 ضرب عين قديش طيب 5 في 2 بيطلع عشرة زائد 7 بيطلع عندي 17 طبعا لازم نعمل عملية الضرب بعدها بنعمل عملية الجمع حسب أولويات العمليات زي ما أخدناها في أول درس من الكتاب إذا انتو بش متذكرينه بترجعوا لقائمة شرح دروس الصفة السادس للرياضيات في الفصل الأول بتلاقوه أول درس موجود عندنا اللي هو اسمه أولويات العمليات طيب نيجي لتنين 2 سين ناقص 5 عين يعني 2 ضرب سين سين قديش 5 ناقص 5 ضرب عين عين قديش عندي 2 2 في 5 عشرة 5 في 2 بأيضا 10 10 ناقص 10 قديش بيطلع عندي 0 طيب نيجي ل السؤال أو 3 10 ناقص 4 عين يعني 10 ناقص 4 في عين اللي هي 2 4 في 2 بيطلع 8 10 ناقص 8 بيطلع عندي 2 هذه هي الاجابة الصحية طيب نيجي الان الى سؤال اربعة وعبر عن الجمل اللفظية الاتية بمتغيرات جبرية ننعبر عن الجمل هذه اللي موجودة عندي بمتغيرات جبرية طيب مجموعة العددين سين وصاد معناها سين زائد صاد هذا هو عبارة عن مجموعة سين وصاد طيب باقي طرح جزر التنين من خمس امثال العدد سين يعني عندي خمس امثال العدد سين اللي هي خمسة سين نعقص جزر التنين مش قال لي هو بده باقي طرح جزر التنين من خمس امثال العدد سين يعني بده اطرح جزر التنين من خمس امثال العدد سين اللي هي خمسة سين طيب نيجي الى تلاتة اقل من ضعفي عدد بمقدار تلاتة يعني اقل من ضعفي عدد ايش الضعفين العدد اللي هو اتنين سين أقل منه بتلاتة يعني بدأ أنقص منه تلاتة صح ولا لا أقل من ضعفي عدد بتلاتة فمثلا لو كانت سين عبارة عن خمسة مثلا يعني أقل من اثنين في خمسة ناقص ثلاثة بيطلع عندي سبعة فهو أقل من العشرة اللي هي ضعفين الخمسة بتلاتة طيب دال ناتج جمع عشرة إلى حاصل ضرب عددين جمع عشرة زائد حاصل ضرب عددين طبعا متغيرين سميهم سين فصاد هذه هي الإجابة الموجودة عندي طيب عندي مثلث أبعاده سين وصاد وعين أكثر تعبيرا لفظيا للمقدار الجبري عين تربيع يساوي سين تربيع زائد صاد تربيع يعني عندي مربع طول ضلع بساوي مربع طول الضلع الأول زائد مربع طول الضلع الثاني فإيش رح نكتب تعبير لفظي مربع طول الضلع الأول يساوي مربع طول الضلع الثاني مضافا إلى مربع طول الضلع الثالث زي ما احنا شايفين الضلع الأول هو عين الضلع الثاني هو سين الضلع الثالث هو صاد هدول أضلع المثلث أو أبعاد المثلث فمربع الضلع الأول هو عين تربيع بساوي مربع الضلع الثاني زائد أو مضافا إليه مربع الضلع التالي فهذا هو التعبير اللفظي للمقدار الجبري اللي موجود أمامي أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حد فيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر